تم مؤخراً اختيارك رئيساً لمهرجان القومي للسينما المصرية أريد أن تتحدث أكثر عن هذه التجربة وعن هذا الاختيار وشو ممكن يتغير بوجود المخرج يوسري ناصر الله هي تجربة لسه في بدايتها ومقبلتش أن أنا مقبلتش السينما المصرية في أزمة دلوقتي في مشاكل كتيرة دلوقتي مشاكل لها دعوة بالرقابة، بالتصريح التصوير، بالإنتاج، بالأزمة الاقتصادية يعني في مئة ألف مشكلة وتواجه السينما المصرية دلوقتي فقبولي لده في الظروف دي ومش شايف نفسي أن أنا حنقذ السينما المصرية أو أن أنا ححل المشاكل دي كلها بس قبلتها بعد لما جات لي تأكيد من سيدة وزيرة الثقافة دكتور هانيفين كيلاني هو من مسؤولين في الوزارة أن ملف السينما أصبح دلوقتي على أعلى المستويات مطروح إيه هو ملف السينما؟ ملف السينما أن كنتي لحد النهاردة في وجود قطاع الفنون التشكيلية في الوزارة قطاع فن شعبي قطاع مسرح مش عارف إيه بتاع ما فيش قطاع السينما إن دا على جنب إن مطالبتنا إحنا كسينمائيين من ألف من نهاية القرن اللي فات لحد النهاردة بنيوبا فيه أرشيف للسينما المصرية زي سينما تيك للسينما المصرية موجودة في كل الأفلام يعني الأفلام اللي اتعملت المتاحة هذا الشيء مهم جدا جزء كبير منها تباع لمحطة عربية والحاجات دي كلها أنا أكيد فيه طريقة إن إيه إنه بحصل على نسخ تبقى متاحة للبحثين وتبقى متاحة للي عايز يعرف إيه إيه تاريخ السينما المصرية إن دا من الحاجات الأساسية اللي منطالب بيه يعني ما فيه مركز قومي للسينما مركز حقيقي قومي للسينما شغلته دعم للسينما شغلته إصدار التصريح وشغلته إتاحة الفرصة قدام الصناعة إنها تستقبل فرق تصوير أجنبية زي ما بيحصل في المغرب زي ما بيحصل في تونس زي ما بيحصل في الأردن وزي ما هيحصل دلوقتي في السعودية إن مش طبيعي إن مصر مش قادرة يعني أو مش عايزة تستقبل فرق تصوير أجنبية إن كل الحاجات دي النهاردة لما تقبأ موضوع اهتمام من الجهات المسؤولة أنا بالنسبة لي دا بيديني أوكي أنا موافق إن أنا أقبأ في ظرف الأزمة دي كلها إن أنا أطلع أقول أنا فخور بالسينما المصرية ومش بس فخور بالسينما المصرية إحنا من حراس السينما المصرية وفخورين بصناعتنا ومحافظة على الصناعة المصرية صناعتنا بتمر بأزمة أيوة إنما صناعتنا إحنا صناعة بنحبها وحندفع عنها العام الماضي كنت أول سينمائي مصري يتولى رئاسة لجنة تحكيم الأفلام القصيرة في مهرجان كان السينمائي الدولي ما الذي شعرت به وأنت تمثل مصر والعالم العربي في مهرجان ضخم مثل مهرجان كان وخصوصاً لقاسة لجنة التحكيم يعني على كل الأصعادة بس أهم من ده سيدة أنت دايماً فكرة أنك بتمثلي حاجة ده عبق تقيل إنما لما بتخش الموضوع بطريقة إن أنا عندي فضول حقيقي إن أنا أعرف أفلام مسيارة والأفلام بتاعت المعاهد السينمائية من أنحاء العالم أنت بتشوفي من خلالها مستقبل السينما بتشوفي كيف سيف إيه اللي بيجرى بحقيقي إيه اللي بيجرى في دماغ الشباب وهما أحرار لسه ما دخلوش في المعجنة بتاعت السوق ومطالب السوق والبوكس أوفيس والحاجات الصعبة يعني شاب في معهد السينما عايز إيه أقصى حاجة أسوأ حاجة ممكن يعملها هي إنه يعمل فيلم مقيد شابه كل الأفلام التجارية اللي بتتعامل في السوق وده عادة بفيلم وحش إنما معظمهم بيقول أنا خسراً إيه؟ أنا حعمل الفيلم اللي أنا نفسي أعمله الفيلم اللي أنا نفسي أعمله ده بيقبأ إرهاصة اللي هو حيقبأ إيه بعد كده كسينماي وبيقبأ زي ترمومتر بتكوني أورة حرية في اختياره آه بالظبط في حاجة حرة جداً في الأفلام دي وبتكوني عاملة زي ترمومتر رحلة العالم فده ده أكتر حاجة كانت مفرحاني طبعاً فخر شديد جداً إن أنا مصري إن أنا بمثل مصر إن أنا يعني إن أنا باخد حاجة مهمة مسئولية مهمة والحاجات دي كلها بس أنا مش واحد مسئول قوي أنا واحد فضولي فضولي جداً وبحاول من خلاله أفهم يعني إيه مهرجان كبير يعني إيه يعني إيه أفلام جديدة يعني إيه شباب بيعمل أفلام إيه اللي بيحصل في السينما دلوقتي ده دي تجربة تجربة شيقة جداً ترجمة نانسي قنقر